اليوم بعصر السوشال ميديا الكل صار يقول انه الناس صار تبحث عن الدراما الترفيه والتسلية والموضة برأيك هل ما زال هناك جمهور للدراما الاجتماعية اللي بتاعك قصورة المجتمع؟ شي طبيعي يعني اصلا لوما الدراما الاجتماعية ما في دراما يعني يعني حتى الكوميديا اللي عم تحكي عليها او الاشغالات اللي هي اذا ما كان من وراها هدف جاد بيكون تافي لا سبب الدراما الاجتماعية هي الاساس بكل الدرامات بالدنيا كلها لكن شو شي طبيعي يعني شفناك بلقاء مؤخرا بكيت على مشهد انساني لانك شفت فقر بالشارع بلقاء اخير ايما تببكي عبدالفتاح مزين؟ بكل شي بحسه في ظلم ببكي على صاحبه انا ضد الظلم مشهد درامي هل في مشهد درامي بحياتك شاهدته وبكاك؟ يعني الدراما ممكن تأثر لها الدرجة؟ دائما يعني مرة او مرة دائما انا دائما يعني اذا ما كان في يعني مرة ما في دور مرة معي اللي ما امر فيه بمراحل حياة الشحصية هي شي طبيعي شي طبيعي نفسك انك عاطفي زيادة هون؟ لا انا صادق كتير انا صادق كتير ما بقول شي وبفعل شي يعني ايه وقت بحكي انا بحكي بوح مو صراحة ادق من الصراحة لسبب اي شي بشوفه قدامي انا في هيك قهر او ظلم او فقر او كذا شي طبيعي ممكن بقول بيني وبين نفسي يا ريت رب العالمين عطاني القدرة والامكانية اني فرج عن الناس التعباني بقول دائما يا ربك اللي كان هيك عاطيني اكتر ما الله عاطيني طبعا الحمدلله على كل شي انه كنت انا بوقف مع كل العالم وبدون استثناء يعني مو لا فئة معينة لكل الناس اي انسان مقهور مظلوم حزين بحاجة لمساعدة لكل الناس مو لا فئة معينة او لا كم واحد اللي انا مثلا شايفهم اقول انا بروح ببحث وبدور وبساعد بس الصراحة ما بتسبب مشاكل احيانا لصاحبة ما بهمني طالما عم يرتاح ضميري ما بهمني تبقى مشكلة العالم ومشكلتي زيك هيا حبين نعرف شو اخر عمل الدرامي حضرته حضرتك اخر عمل درامي شفته يعني جزبة انا ما بشوف اعمال عربية شوف اعمال اجنبية قليل قليل جدا 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 ما بشوف شو اخر اغنية سمعت طيب لا ام سيدة الغناء ست ام كلسوم هلأ بتسمع ام كلسوم طبعا 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 اصلا اذا ما سمعت ما بكون عايش صح لانه انا بحس انه انا بالنسبة لي انا غير اني انا ممثل فنان تشكيلي بعدين او قاتي بعضيها بسماع الموسيقى بكل انواع بالقراءة بالرسم بتحضير الاعمال بس ام كلسوم هي الشي العضوي بحياتي لانه ام كلسوم اعمالها انا مقابلة لام كلسوم بسنت السبعين ايه وكنت انا والمرحوم صلاح السعدني يعني هي اسطورة يعني ما بتتكرر لانه بتحسي فيه انه انت اغنية هلا حدا اللي انت حضرتك يعني يلا انت سمعني ام كلسوم بكل اغنية والاغنية سمعت ايا مية مئتين مرة اذا اضعف الايمان بس كل ما بتسمعيها بتحسي خالك كأنك عم تسمعيها هلا وان اول مرة عم تسمعيها هذا الابداع يلي بيكون سابق وقته الكلام الكلمة اللحن والادع لسبب انا بحسها بتنقي نفس ام كلسوم بألحانه الألحان المراح المراحيم اللي لحنوله والكتب والكتاب وعلى رأسه الله يرحمه احمد رامي الكاتب العظيم فيلسوف الأغنية ده مو كاتب اغنية واداء ام كلسوم المزهل يعني رجعتنا لأيام ام كلسوم هاي الزمن الجميل اصلا لولا الزمن الجميل ما في زمن اليوم رح تكتفي بكانون الموسم الجديد رح تكتفي بهذا المسلسل انا ما بعمل غير عمل واحد بالسنة بس واحد هو خيار لا لا طبعا 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 انت ضد انه يظهر الفنان باكتر من عمل خلال موسم واحد انا ما بساويها غيري حر كل انسان انا بالنسبة لي بعمل عمل واحد بكون متفرغ له قلبا وقالبا اما بدي اعمل عمل تاني او تالت مع بعضهم البعض الا ما اصير شي على حساب شي وانا ضده بعد ان نشه كل لم تم under Micha واؤالي تاني اس بسببный علم انuesta 반قوم الوزح وهو خيار لا يوجد رفز